يتوجه وزير الخارجية سمح شكري إلى الجزائر غداً للمشاركة في الاجتماعات التحضرية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية وذلك في إطار الإعداد لاجتماعات الدورة العادية الحادية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة والمقرر عقدها في الأول والثاني من نوفمبر بالجزائر وفي بيان أوضحت وزارة الخارجية أن شكري سوف يشارك على مدار يومي التاسع والعشرين والثلاثين من أكتوبر الجاري في اجتماعات مجلس وزراء الخارجية العرب والذي سيتولى النظر في جدول الأعمال ومشاريع القرارات المطروحة على القمة فضلاً عن مشاركة شكري في الجلسة التشاورية المغلقة والمقررة في ثلاثين من أكتوبر الجاري ترجمة نانسي قنقر